حياكم والله من يديد من كل من يتابع كويت اليوم إلعب مشروع شبابي رياضي فكرة فيها ونفذها شبابين من شبابنا المبدعين وهم خالد العميري وأيضا ضيفنا اللي معانا بالسيديو خالد أحمد نبي نتعرف عليهم وعلى مشروعهم فصبح عليهم بالخير حياكم والله معانا ومنورينا موجودين أنتم معانا اليوم عشان تتكلموننا عن هالمشروع صحيح خالد فلنعرف المشاهدين على هذا المشروع شونية الفكرة وعلى أي أساس مشروعنا لعب هو على شيء نحن ننظم بطلات اليوم بالكويت وبنفس الوقت ندير الملاعب الموجودة يعني هدفنا أن نحن نحول نظام الحجزات اليوم بالكويت أونلاين نفس لون طلبات حول المطاعم أونلاين نحن نحن نفس الشيء حكي حجزات الملاعب يعني هو الهدف مننا شباب يبحث يعني هو أنتم متجهين للشباب لأن إن شاء الله شباب يشوف موايد يحبون يلعبون كرة قدم وكل هذه الأمور متخصصين في جانب معين من الرياضة؟ أو أن أنتم بس كرة القدم أنه لا يحجز حق الملاعب؟ نحن الآن تقريبا سهلنا سنة من ما أسسنا وبلشتنا بكرة قدم فكرتنا كانت كرة قدم يعني واحد من ربعنا من بره وقال لنا أن أنا كنت بريطانيا نزلت أفليكيشن وهذه الأفليكيشن يساعدني يعني ألاقي ناس ألعب معه هو يشوف الملاعب لي حوالي فقال ليش ما نطبق الفكرة هنا فإحنا درسنا السوق وكتشفنا أن المشكلة اللاعبين يواجونها هنا مو أننا نقص اللاعبين بس أهم يبون يعرفون وين الملاعب يقدرون يلعبون فيها فإننا ناس يستغرب نصاح كويت صغيرة وحسب لكم أننا نعرف كل الملاعب الموجودة بس اليوم ناس ديش على جوجل الدور الملاعب فإحنا قلنا ليش ما يعني نربطهم كلهم بسيطة واحد عشان واحد يدش بدلا ما يدق على ملعب ملعب يشوفهم كلهم ويحجز عمزين بس أنا عجبني شيء يعني الحين غير أن أنا إذا الشاب يبدور وين ممكن ألاقي ملعب عشان أنا أحجزه هل من ضمن الأفليكيشن بعد ممكن مثلا ما تفضلت مثلا شخص عنده هواية بيلعب بس ما عنده مثلا ربعة مومعة ما عنده تيم فريق هل ممكن هم بالأفليكيشن توفر هذه الخدمة ولا بس حجوزات إحنا حاليا ما عندنا هالشي بالأفليكيشن نفسه بس شفنا أن في طلب من الناس أن خاصة برمضان بالصيف لما الناس ربعهم سافرين أن يبون يلعبون بس ما عندهم ناس يلعبون معاهم فقبنا نسوي هالشيء أونلاين أو أوفلاين مثل ما يقولون بس عن طريق إنستغرام فعلى إنستغرام مثلا على الستوري أو على البوست نفسه نحط لنا عندنا لعب ودي برعاية شركتنا يعني ما نخلي الناس حتى يتبعون أيون ونعزمهم على أساس أن أيون يستنسون مع ناس ويتعرفون عن الناس يدد مثلا الحنقة نسوي اللعب كل أسبوع كل ست 18 لاعب قاعدين ونقسمهم ويتعرفون على بعض وهم صاروا ربع الهين صلاح من ضمن الأشياء يمكن أن نتو حرصت أن تتوينها وهو دور الدواوين يعني ما شاء الله شبابنا يحبون الدوانية ودائما موجودين في الدوانية ويقضون خنقول يعني مو أقل من أربع ساعات يمكن في الدوانية هل سبب تركيزكم على الدواوين بشكل خاص لأننا شباب وايد يقضون في الدوانية ما يتحركون ما معنى خطرته يعني تتوين دوري للدواوين نحن عقو ما بلشنا يعني مثل ما قلنا مو أسكرت غدم ركزنا على جميع نوع الرياضة فعقو فاتل شفنا الناس يتكلمنا على الانستغرام قلونا نحن نبي بطولات نبي بطولات نبي بطولات ويقلون ما نبي ننطر بس برمضان حق البطولة ودوري فقلنا نبي نسوي دوري دواوين عشان نشجع شباب الكويتين يشاركون بالشيء يعني مو سنطرون رمضان عشان نشاركون وعطيناهم يعني خبرة يعني دوري على ما نسوي الاحتراف يعني صورنا كل اللعب في فيديو نصورهم مقابلات بناس الوقت نحطوا التشكيلة قبل يعني يشوفون التشكيلة وكل شيء يعني كل شيء على انستغرام يشوفونا ما نسوي الاحتراف اذا انه غير احنا طبعا يمكن يعني احنا قاعد نشوف اكيد الكرة القدم وهي الرياضة المتصدرة اكثر والناس اللي تتجه لها اول شيء لكن هم انتو عندكم بعد يعني نشاطات ثانية مثلا الرماية صح؟ احنا بلشنا بكرات غدم لاننا شفنا هذه يعني من ابرز الرياضات بالكويت واللي صد الناس يحتاجونها فبلشنا بكرات غدم بعدين شفنا انه طلب من الناس يعني يقول ان اضيفوا ملعب كرة سلة كرة طائرة ورياضات ثانية فالحين على سيستمنا الناس يقدرون يحجزون كرة قدم كرة طائرة كرة سلة رماية رماية الاسهم وهم في رياضة يديدة اسمها ارشري تاك فا ارشري تاك هذه يعني رياضة ما كانت موجودة بالكويت وبعدين في شخص قال ابي ايبها الكويت بس ما عندي قاعدة تعمله فحنا قلنا عندنا سيستم الناس يحجزون عن طريقه فالحين الناس يقدرون يحجزونها الرياضة عن طريق الابلكيشن معنا هل انتو قاعد تتواصلون بعد مع مثلا حين اوه مشروعكم كله اللي على الفرد واللي يحب الرياضة اوه ممكن تكون هاد الفئة المسهدفة لكن هل انتو قاعد تحاولون مثلا تتروحون حق فئات ثانية مثلا مثلا ما اقتفضت قلت مثلا في صاحب مثلا مشروع او صاحب شركة مثلا يبي هالداتا بيستكون عندها بس ما مقادر يحصلها انتو هم قاعد تتروحون للمؤسسات او الشركات مثلا تعرضون عليهم خدماتكم او تعرفونهم على الابلكيشن احنا رحنا على مدسة داسمان شفنا عندهم ملعب يعني ملعب وايد حقوة هنا في الكويت فبناس الوقت ان ليس ما تفتحون هالملعب السوق خلوا ناس تحجزها الملعب فلما فتحنا هالملعب الهناك هم يعني فتح بلينة فرصة جديدة حق الناس انه يسوون ياسسون شركات هناك يعني اكاديميات بعقب ما فتحنا هالمدسة على السوق انه اسس يعني ثلاث اكاديميات اسسوا هناك بالملعب بالملعب فتحنا نشجع حتى الشباب انه غير انهم ما ياسسون شركات انهم اهمهم يشجعون في ايديدة انهم يشاركون ويمارسون رياضة ويدربون نزل تنسيقكم مع الجهات يعني بالنهاية الملعب موجودة بسازم يصير تنسيق هل انتم قعدتوا مع الاتحادات مثلا الاماكن اللي عندها الملعب بحث ان انتو تقولوا لهم ان ترى احنا راح نحط الملعب نبي الجدول ما تيكون فاضي عشان احنا نحط عندنا بالابلكيشن هذه العملية لما نقعد اتم قاعد تكون بسهلة معاكم قاعد يتعاونون وياكم احنا يعني قاعد نروح حق الملعب نفسهم نروح حق مانك الملعب نقول له ان شن طريقتك الحالية فيقول لنا مثلا الحين توصل الى اتصالات يوصل لهم اتصال انه يبون يحجزون وحطونا على ورقة وغلم فاحنا عطيناهم سيستم على اساس ان يحطون في الحجوزات على اساس ان هالسيستم هذا يبين حق العمالة اللي يستخدمون لعب شنو الساعات المتوفرة واللي مو متوفرة وبنفس الوقت الحين لنا عندنا هالداتا فانطرش ريبورتات حق ملاك الملاعب نقول لهم ان ترى عندكم ساعات مثلا مو موقع تشتغل فلش ما تحطو لكم اكاديمية عشان مثل ما شركة خالد قال ان نوفر فرصة حق اكاديميات على اساس انهم هم يشدعون فئة ثانية من الاعمار يعني نعم يعني انتو تبون دشجون حتى الاعمار الثانية سواء كانت مثل مدارس او صغار او شباب هم ان يتعرفون على هذا الابليكيشن ويكون عندهم يعني خنقل فكرة واضحة انه وين ممكن الملاعب متوفرة نزين الحين خننظر مثلا بالرماية الرماية لانه هي اساسا يعني رياضة لكن فيها معدات لازم تكون متوفرة معدات معينة هل من ضمن خدمات اللي انتو تقدمونها ان انتو توفرون المعدات سواء كانت كرة قدم او رماية سيفتي شنون بهذه الطريقة الالية العمل يعني مو هو هل الموضوع بس انك تحجز وخلاص عن طريق الابليكيشن وهو الموضوع حاليا يعني يعني يتمدع رياضة فرضا رماية ورماية الاسهم يعني هالشي احنا ما كنت نتحكم فيه يعني هذه الاسلحة ايه فاحنا يعني تعاملنا مع النادي رماية الهني يصوب سبحان ونظام الحجز هناك نفس انت حاجزه فيرس كلاس على المطار انه الليل حين لازم تتعطين بطاقة مدينية لازم اندشين هناك تصفين بالدور بس الفرق اذا حجزت عن طريق لعب تطفين للدور على طول وسلاحش كشي موجود وزاهب بس احنا ما نتحكم بالسيفتي اهم اللي ادرب هالأمور اهم اللي عندهم الرخصة احنا بس قاعد نسهل طريق طريقة الحجز انزيل ولما انتو قاعد تسوي مثل الدوري لأي رياضة اهم نفس الشي انتو مو مسؤولين مثلا عن توفير مثلا التيشيرتات الادوات الكرة ولا انتو بس يعني اهم شي ان الملعب يكون جاهز مجهز لا في حال ان احنا قاعد ننظم الدوري فهني لازم احنا نكون بشكل مباشر متواجزين بالملعب نكون بشكل مباشر مهتمين بالتنظيم قبل وبعد وخلال البطولة نفسها فهني لا نكون احنا اللي مهتمين بها الشي والحمد الله يعني اللي الان نظمنا معايد بطولات والان نظمنا دوري فصار عندنا خبرة كبيرة بها الشي كما خلال خبرتكم اكد انتو بيين معاكم من اللي قاعد يحجز من اللقبال الاعمار بنات شباب وتعرفوا انها رياضة ايه شفتنا ان احنا حطينا هالنوعية من رياضة بس ما كنا يعني مثلا مو حطينا بالبان الناس ممكن تتوجه لها شفتوا لا والله الناس قاعد احجز هذا التفاصيل لو شاركونا بس فيها الحين احنا شوين صدرنا من تفاعل النساء بالكرة غدم يعني احنا وقت رمضان احنا قلنا نفتاح الحجز نفسهم خادتكلم عن موضوع اللعب الودي قلنا خنسوا نفس الشي حق البنات اللي موجودين للكويت والملعب ثمانية ضد ثمانية فاحنا هقين انا كخاص يمكن عيش البنات رحي ستشون الحمد لله يعني كان عندنا ايام يمكن اربع عشر بنت فانا بدان من خليل ساعة خليناها ساعتين فالعكس البنات وايد ودهم يلعبون وللأسف يعني احنا الحين انا شفت درس تسويق الكويت في ناس الوقت رحت الامارات فيه فرق بين الملاعب الموجودة هنا والملاعب الموجودة هناك من ناحية الهناك اهم عندهم غسم تسويق عندهم ادارة احنا هنا ما عندهم الى كالسنتر فاللانش قاعد يصير احنا عقب ما نظمنا البطولات والفعاليات الشركات بدأت التواصل معانا قالوا انزين بدان ما عانا روح الف على الشركات الموجودة وبدان ما ادارة موجودة مدام انتوا تعرفون تعطوني الملابس تعطوني المدربين وشذا وفروني هالخدمة فانا قاعدنا نسعدهم بهذا الشي فانا الحمد لله احنا شفنا انه في نقص بهذا الشي بالكويت وانا قاعدنا نحل هالمشكلة وبناس الوقت اتحاد الكرة احنا كلامناهم وكلمناهم وكلمناهم و كذا نادي هني بالكويت عشان نشوف شلون نقد نتعامل معهم عملاء اتحاد الكرة يعرفون شعارنا لمندلش يعرفون شركة ليب وبنفس الوقت ان الحين هم كلامنا فاطمة حيات عشان هم الان قاعد ياسسون المنتخب حق اول دوري نسائي حكروا تقدم هني بالكويت يعني صالات دوري نصالات فكلمتنا قاعد احنا نحتاج نتكلمكم ونتواصل مع بنات في ايدي اللي احنا يمكن ما نعرفهم فاحنا اعلننا هشي على الابليكيشن مان اعلننا على السوشال ميديا وحمد الله مع الاكاديمية اللي ويانا اسسنا فريق ودخلنا هالفريق بالدوري وان شاء الله بنحط نشوفنا الان حين احنا بلاش من دوري لدواوين حطينا نتاج وكل شيء على الابليكيشن بنسوي نفس الشيء حق الدوري فاحنا هدفنا نبي نطور الرياضة بالكويت من ناحية ندمج التكنولوجيا مع الرياضة عشان نكون نفس مسوى باتي العالم نعم نزين في الختامة انا بسأل كل مشروع اكيد فيه اشياء زينة وفيه بعض الممكن العقبات اللي واجهتكم في بداية التأسيس شنو ممكن كان اصعب شيء واجهتوا اللي فعلا شوية يعني 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 عبقلكم هو اكثر شيء يعني اللي يمكن كان صعب هو ان نهد شغلنا يعني احنا بالبداية يعني هو كان بشركة وانا كنت بنك فكنا قاعد نسويح المشروع بار تايم بالبداية بعدين شفنا ان الموضوع يطلب اكثر من اربع ساعات باليوم يعني احنا لما كنا بار تايم كنا نشغل اربع ساعات على مشروعنا هذا باليوم فشفنا ان لا الموضوع يحتاج 10-12 ساعة والحين يعني هم احنا ما عندنا ويكند صراحة توقع انتوا يعني الوقت الزحم عندكم بالويكند بالضبط الناس ينشغل اكثر بالضبط اي والحمد لله يعني لانه مملاحقين بشغل معناته انه في اقبال بالموضوع وفي طلب كبير فهذا صراحة كان اصعب شي ان نهد شغلنا ونجاب لها المشروع فول تايم نعم موفقين حلوة الجرعة في ان انتوا تقراروا ان انتوا تهدوا مظايفكم عشان يعني تركزون على مشروعكم فكرة حلوة مميزة وجميل ان احنا ناخذها ايضا من جانب صحي شوية ان نحرك شبابنا سواء كانوا يعني بنات او شباب كبار او حتى صغار المفروض ان دايما الرياضة تكون سهلة عليهم وانتوا مثل ما تفضلت خالد وقلت ربطة التكنولوجيا مع الرياضة وان شاء الله تربطوها بعد مع الصحة وانتما لكم كل التوفيق خالد وخالد يارم ان شاء الله في مشروعكم ونشوف تطور اكثر ان شاء الله ويصير خلاص الابليكيشن هذا معروف على المساول الكويت كلها اشكرا سيطر حياكم الله يا حيج مشاهديني خلنطلح الفاصل الصغير وننجح نكمل حلقة كويت اليوم